الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قبل يومين قرأت خبر عن امرأة من جنسية عربية يقول أنها كانت مسلمة وصارت ملحدة وقامت تدعو إلى الإلحاد ونظرت إلى كثير من الردود على موت هذه المرأة قد ماتت هذه المرأة وخرجت روحها إلى ربها سبحانه وتعالى وقرأت كثير من الردود سواء الذين يدافعون عنها وعن اعتقادها أو الذين ردوا على هذا القول دفاعا عن دين الله عز وجل أنا أخاطب المسلم أنا ما أخاطب كافر أنا أخاطب المسلم المسلم المستسلم لله سبحانه وتعالى الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أنا لا أخاطب غير هذا المسلم لأن الكافر لا ينفعه هذا الخطاب الذي لا يصلي ولا يقيم لله عز وجل وزنا لا ينفعه هذا الخطاب الذي تأثر بالكفار وصار يمجد الكفر وأهل الكفر ويطعم في أهل الإسلام ودين الإسلام بالشبهات وغير ذلك سواء صراحة أو تعريضا أنا لا أكلم هؤلاء أنا أكلم المسلم أكلم صاحب الصلاة أكلم الذي يعتقد أن هناك رب سيوقفه للجزاء يعتقد أن هناك نبي صلى الله عليه وسلم صادق في دعوة يعتقد أن هناك دين اسمه الإسلام فيه أمر وفيه نهي وأنه يمتثل الأمر ويجتنب النهي هذا الذي أخاطفه في هذه الرسالة أولا تعرفون من الملحد الملحد مكذب لله عز وجل يكذب الله ويكذب النبي هل لمسلم أن يقبل على الله هذا الأمر؟ هل لمسلم يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ يكذب الله يقول بلسان حاله وبلسان مقاله أن الله عز وجل لم يصدق وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب في دعوة عليه الصلاة والسلام الملحد يعتقد اعتقاد أنه لا رب في الوجود وأنه لا قيامة وأنه لا جزاء وأن كل ما جاء في القرآن وفي السنة عن هذا الجزاء كذب وافتراء لا حقيقة له هذا المسلم كلامي للمسلم أعيد وأكرر هذا كلامي للمسلم ليس للشاك في دين الله عز وجل الملحد يقول أن هذه هي فرصة اللهو يعني هذه الحياة الدنيا هي الفرصة لأن تلهو وتلعب ولا تمتدل لذلك يردد كثيرا حرية حرية واليوم نسأل الله العافية والسلامة كثير من أبناء الإسلام يقول أنا حر في تصرفاتي لا من تحر في تصرفاتك لو أنك حر ما أمرك الله ولا نهاك أنت عبد لله عز وجل أنت عبد لله عز وجل وستوقف بين يدي الله عز وجل عن هذا القول الذي تقول أنا حر في تصرفاتي والمراد بهذه الكلمة تعطي الأمر والنهي لا تأمرني ولا تنهاني اتركني أفعل ما أشاء فالملحد يريد هذا الأمر يريد أن يعبث بهذه الدنيا ويلهو اعمل ما شئت لأنه يعتقد أن هناك أنه ليس هناك دار أخرى يجازى فيها على فعله الذي فعل في الدنيا الملحد يرى الذي يدعو أنا كلامي الذي يدعو اليوم المسلم كلامي لا زال المسلم للمسلم الذي يدعو اليوم للصلاة على هذه الجنازة سميها جنازة سميها جنازة بالفتح بالجر طيب يدعو للصلاة عليها أو الترحم عليها على هذه المرة الملحدة أو من هو على مثل عقيدتها أو الكافر يهودي نصراني غير ذلك كل من كفر بالله عز وجل يدعو للصلاة عليهم والدعوة المشهورة حتى يجعل له خط رجع وسأذكر ذلك بإذن الله تبارك وتعالى الدعوة المشهورة الجنة والنار مبيتكم الجنة والنار نحن نعلم أنها ما هي بيدنا لكن نأتيها بإذن الله تبارك وتعالى الملحد الذي تدعو الناس للصلاة عليه والترحم عليه هو نفسه ما يعتقد هذا الاعتقاد هو نفسه أصلا هذا الملحد أنه لا يعتقد أن هناك حياة أخرى حتى تقيم عليه صلاة الجنازة وتدعو له هو يتهم عقلك يقول أنت وين رايح أنت تصلي الجنازة علي وأنا أصلا ما أعتقد أن هناك حياة أخرى لأن صلاة الجنازة دعاء صلاة الجنازة أصل صلاة الجنازة حتى يرحم الله عز وجل المصلى عليه فهو لا يعتقد أصلا هذا الاعتقاد كيف أنت تكون ملك أكثر منه الملحد قلنا أنه يطعم بربك الذي تقول أنت فيه أنك رضيت بالله ربا ويطعم في نبيك الذي تقول وبمحمد نبيا ورسوله هذا الملحد خلاصة الأمر ويعتقد هذا الملحد أنه مثل ما أنه لا رب في الوجود يعتقد أن هذه الكتب الكتب التي أنزلها الله وآخر هذه الكتب القرآن أنه كذب واثتراء وأن الله لم ينزل كتبا ولم يرسل رسلا وأن كل ما نسمع ونقرأ كذب سواء في الكتاب أو السنة أنا أعلم أن كثير من هؤلاء يعلمون ما أنا أقول ولكن عند التطبيق تختلف الأمور لأن الشيطان له مداخل على الإنسان ما يدخل مباشرة لكن يعرف كيف يدخل والله عز وجل هو المنجأ والملجأ سبحانه وتعالى لدفع وسوسة هذا الشيطان الملحد يعتقد اعتقادا أن الحياة هذه فقط ولا حياة أخرى إذن الحياة عنده عند هذا الملحد سواء هذه المرأة التي ماتت على الإلحاد أو غير هذه المرأة يعتقد أن هذه الحياة مواليد ووفيات أرحم تدفع وأرض تبلع حياة أخرى جزاء جنة نار عذاب وعيد ما فيه ما عنده هذا الشيء الملحد يحارب الله ورسوله يحارب الله ورسوله في كل لحظة عاشها في هذه الدنيا لا يمتث الأمرا ولا يرتدع عن نهي ولا يقيم وزنا لكتاب ولا سنة لا يقيم وزنا لله عز وجل لا لأمر ولا لنهي الملحد يعتقد أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وهذا حتى الكافر حتى اليهودي والنصراني اليوم نبارك لهم في أعيادهم مبروك نبارك لهم في أعيادهم كلمة معرفة الإنجليزية نبارك لهم في أعيادهم يعتقدون أنت يا من تدعي سواء شيخ الأزهر أو غير شيخ حنا لا نشغل في الأشخاص حنا لا نشغل في دين الله عز وجل كل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه سواء شيخ الأزهر فلان بن فلان فلان هذه مناصب دنيوية الكلام على من امتثل الكتاب والسنة الكلام على من امتثل الكتاب والسنة لا تقول لي شيخ الأزهر هنأهم فلان هنأهم أنا ما لشغل بي أحد سيوقف شيخ الأزهر بين يدي الله عز وجل سيوقف فلان وفلان وأنا وأنت بين يدي الله عز وجل وسيسألنا الله سبحانه وتعالى هذا الكريسمس هذا عرضا هذا الكريسمس الذي يقول أن هناك ولد لله عز وجل وهنأهم أن الله أو ولد الله أو ثالث ثلاثة قد ولد لهم الذين يعبدون هذا الرجل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام وعيسى براء من هذا الاعتقاد الفاسد ولكن الدنيا اندخلت نسأل الله العافية والسلام يعتقد هذا الملحد أن محمد صلى الله عليه وسلم يكذب وأنه كاذب ماذا ستقول لله عز وجل يوم القيامة ماذا ستقول للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لذلك لا يعتقد أن محمد أصلا رسول ولا أنه مبعوث من من الله عز وجل الذين يترحمون على الملحد أو الذين يصلون عليه أو الذين يدعون الناس للصلاة عليه بدعوة هذه الدعوة المنتشرة اليوم أن الجنة والنار مبيدك لا تكفرون الجنة والنار مبيدكم نعم نعلم أن الجنة والنار مبيدنا ولكن كذلك نعلم الذي لا تعلمون أو أنكم تعلمون ولكن لا تمتثلون أن الله سبحانه وتعالى الذي بيده الجنة والنار أنتم تقولون الجنة والنار مبيدكم الجنة والنار بيد الله الذي بيده الجنة والنار قال في كتابه إن الذين كفروا كل كافر الملحد كافر اليهودي كافر النصراني كافر كفر كفر بالله اليهود اتخذوا عزير مع الله النصارى اتخذوا عيسى مع الله عليه الصلاة والسلام البوذة السيخ كل من كفر بالله عز وجل كل هؤلاء اجتمعوا على تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم كافر عندك اعتراض اعترض على الله عندك اعتراض اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في كتابه الذي بيده الجنة والنار الذين يحيلون إلى الله عز وجل نقول الذي بيده الجنة والنار يقول في كتابه سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين هذا قول الله هذا قول الذي تقولون الذي بيده الجنة والنار نعم بيده الجنة والنار ولكن الذي بيده الجنة والنار هذا الذي قاله في كتابه والآيات ملأة بالردود على الكفار ملأة ولكن ما تقرؤون أو ما تريدون أن تقرؤون الأحاديث ملأة بالرد على الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بالجزاء ولا بالحساب ثانيا أين الغيرة على دين الله عز وجل يكفر بالله يطعن في الله يطعن بصدق الله عز وجل يطعن بصدق النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الملحد وتقول الله غفور رحيم طيب هذا الغفور الرحيم سبحانه وتعالى لماذا تمسك بشيء تتمسك بشيء وتترك أشياء الغفور الرحيم كذلك قال عن نفسه أنه شديد العقاب عذب امرأة بهرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها وعذب سبحانه وتعالى رجل بمشيه بالنميمة وأنزل آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة بذنب الله شديد العقاب كما أنه غفور رحيم ولكن غفور رحيم نعم غفور رحيم للمسلم الذي يموت على الإسلام الذي عنده تقصير يجد الرحمة العظيم عند الله ولكن كافر يطعم في الله عز وجل تعرفون خلاصة الأمر خلاصة الأمر في هذه الصلاة صلاة الجنازة الترحم على هذا الملحد الترحم على هذا الكافر الخلاصة أنك تقول يا من كفرت بك هذه الكافرة واتهمتك أنك تكذب وأنك مفتري وأنك وأن لا جزاء ولا حساب يا من كفرت بك أرحم من كفرت بك أرحم من كفرت بك هل يعقل؟ أين هذه العقول؟ لماذا لا نعمل هذه العقول عند دين الله عز وجل؟ نعملها في الدنيا التجارة شلون رب الأولاد شلون نطعمهم شلون نسقيهم شلون نكسوهم شلون نأويهم لكن عند دين الله عز وجل نتراجع ما نعرف كيف نطبق دين الله عز وجل ثالثا المنادي للترحم عليها والصلاة عليها هل تحب أن تحشر معها يوم القيامة؟ أنا سؤال هذا سؤال هل تحب أن تحشر معها يوم القيامة؟ أم تحب أن تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في ثالث يا حق يا باطل إما مع النبي صلى الله عليه وسلم تريد لذلك أنا أقول أخاطب المسلم ما أخاطب غير المسلم تريد مع النبي على الصلاة والسلام أم تريد معها؟ إذا تريد مع النبي على الصلاة والسلام ترى هذه تكذب النبي على الصلاة والسلام مستحيل أن يجتمع النبي على الصلاة والسلام مع هذه الملحدة ملحدة تكفر بالله عز وجل ما يجتمعان ما يجتمع حق وباطل ما يجتمع أصحاب الجنة مع أصحاب النار ما يجتمع الكافر مع المسلم أبدا الاجتماع في الدنيا ثم يتفرقون كل إلى مصيره الذي يقول أني أريد أن أحشر مع هذه أبشر أو غير هذه الذين يموتون على الكفر أبشر بأنك لن تحشر مع النبي عصاة السلام والذي يقول لا والله أنا أبي أحشر مع النبي عصاة السلام فلا تترحم عليها ولا تصلي عليها ولا تدعو لها ولا تصدق عليها ماتت على الكفر مثال تقول طيب جرًا أنeen ماتت على الكفر نقول إن ماتت على الكفر فهي في النار إن أسلمت قبل الموت على الكفر هذا شيء ثاني ولكن حندنا نحكم على الظاهر الظاهر من أمر هذه المرأة أو غير هذه المرأة من الكفر ماتوا على الكفر هم من أهل النار النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنه من مات على الكفر أنه من مر بقبره كافر فليبشره بالنار أو كما قال عليه الصلاة والسلام خلاص هذه عقيدة اعتقاد عندنا لأن الكافر مات مكذب لله مكذب للنبي عليه الصلاة والسلام مكذب لهذا الدين رابعا تعرفون من الذي ينادي للصلاة على الجنازة ينادي للصلاة على الجنازة والترحم هو الذي يريد أن يتخلص من الأمر والنهي أنا حر ليش حر؟ حرية حتى يتخلص من الأمر والنهي حتى يجعل له خط رجع حتى بكرة إذا مات يبين الناس يترحمون عليه يبين الناس يصلون عليه حتى ينتفع بصلاة الناس ودعاء الناس ولكن هي هات أي انتفاع؟ ما في انتفاع الذي يموت كافر هو كافر الذي يموت لا يصلي لا يقام له وزن عند الله سبحانه وتعالى الذي يدعو الناس إلى الصلاة عليه هذا ما يعرف العقيدة ما يعرف العتخاذ الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه أرسل بالبشارة أرسل بأن ينذر الناس من عذاب شديد وكما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على الصفا ونادى بطون قريش وقال إن بين يدي عذاب شديد لما قال أبو لهب نعم أبو لهب أخزاه الله تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل في شأن هذا الكافر وهو عم النبي عصاة السلام قال تبت يد أبي لهب وتب الله عز وجل هو الذي رد عليه وليس النبي صلى الله عليه وسلم كان الرد من الله عز وجل لذلك أقول هذا الذي يدعو يريد أن يتخلص من الأمر والنهي حتى يجعل له خط رجعة حتى يدعو الناس له ويترحمون عليه الملحد الذي مات ملحدا يضحك عليك ويسفح عقلك تعرف شون يضحك عليك ويسفح عقلك؟ على أنك آمنت بالله وأنك آمنت بالجزاء وأنك آمنت أن هناك يوم قيامة ستقام بين يدي الله عز وجل وسيحاسبك الله سبحانه وتعالى يضحك عليك يقول يعني أي جزاء أي قيامة أي حساب ما في شيء هذا أنتم سفهاء العقول ثم أجي أنا اللي يتهمني بسفاهة عقلي وأدعو الله عز وجل له ماذا سنقول لله عز وجل يوم القيامة؟ وأنا أختم بكل ما نقولها إحنا أهل الكويت نقول فوق شينك قوات عينك تعرفون شنو معنى فوق شينك قوات؟ فوق ما إحنا مقصرين مع الله سبحانه وتعالى هذا التقصير العظيم نقصر مع الله الله يأمرنا ونقصر معه الله عز وجل ينهانا ونقصر معه بأننا نأتي النهي ونترك الأوامر فوق شينك قوات عينك؟ يعني فوق أنا من مقصر أتجاوز على الله وتطاول على الله سبحانه وتعالى أنا أتارك للصلاة مقصر مع الله سبحانه وتعالى وأقول ترحموا على الملحد ترحموا على يهودي ترحموا على النصراني ترحموا على فلان وفلان يعني فوق شينك قوات عيننا يا أخوان السلامة زينة ترى السلامة زينة سلوا الله العافية سلوا الله العافية قل الحمد لله الذي عفانا مما ابتلاهم به حنا ما نضح بالعكس حنا نرجو للناس الهداية والله وبالله وتالله والله أن يحزن أن الإنسان يموت كافر يحزني أن الإنسان يكون مسلما ثم يكفر ويموت كافر يحزني لأن أنا عندي عقيدة ويقين أن هذا دخل النار ما عندي تردد الشك عندك أنت أنا ما عندي شك لأنني أنا ما عندي شك لأنني أعرف ما قال الله وقال النبي أما الشك عندك أنت أنت اللي يخاطب نفسك في هذا الشك وأنت اللي ستلقى الله عز وجل في هذا الشك أخيرا الله الموعد الله الموعد كل من تكلم كل من تجاوز كل من تطاول على أهل الدين الله الموعد الآن استعد للقاء الله عز وجل واستعد للإجابة على هذه الأسئلة التي سيسألك الله سبحانه وتعالى عنها كيف تترحم على ملحد يكفر بي يكذبني ويكفر بي ويتهم الرسل ويتهم الكتب عد الجواب بين يدي الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق والسداد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين